بسم الله الرحمن الرحيم دائما مع دروسة react.js وصلنا الى react list او كيفية التعامل مع list اما سنبرمج list بطريقة عادية جدا تحتوي على list item list item list item إلى غير ذلك او استعمال dela map التي تطرقنا اليها في اطار تحديثات javascript اس 6 اذا الهدف من الفيديو وكيفية استعمال map للحصول على مجموعة من من مجموعة من العناصر ان شاء الله بطريقة احترافية غالبا اصحاب المواقع الالكترونية يقومون باستعمال map.map عندما يقومون ببرمجة قوائم وبالتالي سنقوم باذا قمنا بمشروع جديد اذا سنتذهب الى source دائما نفس الطريقة new folder مجلد جديد سنضعه في دا جميع ال components مثلا مثلا components يعني جزء وداخل components احباء الكرام سنقوم بخلق ريبرتوار اسمه مثلا nav مثلا new folder اسمه مثلا navbar مثلا navbar اذا سيكون عندي مجلدين مجلد خاص ب navbar داخل components اذا داخل navbar ساقوم بخلق ان شاء الله مثلا جزء يهو عبارة عن قائمة وبالتالي new file سنقوم بكتابه مثلا navbar.js عبارة عن ملف javascript عادي ثم هنا لبرمجة القائمة بطريقة احترافية سنقوم بخلق منف اخر ان شاء الله اسمه مثلا menu.js اذا سنضعب new file هنا ثم القائمة عبارة عن object javascript احباء الكرام جاس اذا سنريكم الطريقة العادية ثم الطريقة الاحترافية باستعمال .map وعلى لان انا هدف هذا الدرس هو التحدث على react list وعلى اذا يا بسم الله على بركتي الله سنقوم بالبرمجة سنذهب الى menu.js اذا menu.js لكي لا اوضع الوقت سنقوم بجلب المكتبيات الضرورية للبرمجة في الرياكت سنذهب الى اي ملف مثلا سنذهب الى index.js احسن وعلى index.js ساقوم برجاء النسخ هذه الاشياء. وعلى اذا كنترول سي سنذهب الى navbar.js اذا قمنا بجلب المكتبيات الرئيسية وهنا ساقوم بتكوين component جزء. دائما يستحسن ان نقوم ببنائه باستعمال .dala function نفس اسم الكلاس ان شاء الله. navbar. نعم بين قوسين ثم اي دالة ترجع شيء ما. وبالتالي ستضروري روتورن وعلى element. روتورن x. سنقوم ان شاء الله بتحديد هذا ال x او هذا العنصر ان شاء الله. اذا هنا x سيكون عبارة عن ثابتة. const x تساوي يا بسم الله على بركة الله مثلا 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 ال ال عادية جدا. ال 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 تحتوي على مجموعة من العناصر. اذا سنذكركم بالطريقة الكلاسيكية احبي الكرام مثلا ال اي. اذا سنذهب ونكتب list item. ثم هنا سنقوم باغلاق list item. نعم list item الاولى. سنقوم ببرمجة اه انكر ولا رابط. هذا الرابط سيكون يتوفر على اشرف. اشرف ستكون عبارة عن اين نريد ان نذهب مثلا. ثم اه الرابط مثلا مجموعة من ال اختيارات. هم سترة. اذا هذا هو ال ال الاول ثم كونترول سي الليست الثاني الليست الثاني كونترول في ثم الليست في ثم في إذن هنا سأقوم بتحديد العناصر أين أريد أن أذهب إذن هم مثل غلصة بالمثال بروديكت ثم سيرفيس ثم هنا إذا نلاحظ عبارة عن يعني عندي متغيرين مثلا هنا سأذهب إلى هم هنا أذهب إلى بروديكت سيرفيس كونتاكت إذن أول شيء نقوم بجعل هاتي النافبار هي عبارة عن الجزء المهم من هذا الملف جأس وبالتالي سأقوم اقوم بتصدير دفولت كجزء سيادي نفبار جيد جدا إذن الحمد لله قمنا ببرمجة كائن إذن هذا الكائن سنقوم بنشره هنا داخل edit وبالتالي نفبار إذن سنقوم بجلب النفبار داخل up لاحظ up والup دائما والup ما إذن داخل up edit code أحب الكرام موجودة هنا code source edit سأقوم بمحوية لاحظ لقد ستخسفي من هنا إن شاء الله إذن edit code نعم لقد اختفت الحمد لله هنا سأنادي على المكون إذن لأنادي على المكون يجب أن أقوم بجلبه هنا وبالتالي سأذهب هنا وأكتب بها بسم الله نفبار نفبار إذن لاحظ نفبار مجرد ما أكتب نفبار جميل جدا لذلك يقوم بجلب النفبار هنا داخل يعني import نفبار إذن قوم بتحميل الclass نفبار الموجود داخل component نفبار نفبار جائس إذن الحمد لله هنا يمكنني أن أقوم بإقفال الموقع إذن سأجرب ولا لاحظ هذا اللي ستحب بين كلامهم home product services contact إذن هنا اللي ستحصلت على هذه القائمة تلقى إلا يمكن أن أقوم بتبديل الكود البرمجي الخاصة بهم لكن هنا ليس الهدف من خلال إذن ظهرت القائمة home product services contact us لنقوم بمرمجة هذه الأشياء باحترافية باحترافية يعني عوض نفبار جائس سأكتب كثير من الأسطر سأقوم باختصار هذه الشيء وبالتالي سأذهب هنا إلى menu الجائس الذي قمت بخلقه لاخر النفبار وسأقوم بخلق كائن export default export دائما default سأسمي كائن اسمه menu يستحسن أن يكون اسم كائن يبدأ بماجسكو أحبا الكرام إذن سأحاول هنا rename وسأذهب إلى menu وأكتب menu ضجس ثم أسمي المتغير إذن هذا المتغير سأسميه مثلا menu لا ماشي مشكلة أحبا الكرام تساوي أكلت مفتوحة وأكلت مسدودة يعني key repress ماذا تعني أكلت مفتوحة أكلت مسدودة تعني بأنه عبارة عن كائن ولكن أنني أريد أحبا الكرام أن تكون عندي list وبالتالي أحسن شيء سأقوم بهذا الشيء ولا اسمح هنا ولا إذن عبارة عن list إذن list هي مجموعة من العناصر وهذه العناصر ستكون عبارة عن كائنات كم عندي هنا في النفبار أربع روابط وبالتالي سأذهب إلى menu ضجس وقوم بخلق إن شاء الله أربع روابط ماذا أحتاج أحتاج إلى سأسميه link 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 مثلا link عادي جدا link a نقطة و القيمة ثم هنا name سأسميه name link إذن سأعطيه name name أحباء الكرام كخاصية وعلى إذن هنا أعطيه الأشياء إذن هنا سأعطيه مثلا slash home هنا مثلا العنصر الأول سأقول له home إذن هنا أحباء الكرام ctrl c فاصلة العنصر الثاني إذن العنصر الثاني كذلك إذن العنصر الثاني هنا سأذهب إلى رابط آخر اسمه رابط product product وعلى هنا سأسمي اسم الرابط product وعلى إذن كذلك فاصلة إذن سنقوم إن شاء الله ctrl c هنا ctrl v سأقوم بlink service يعني مجموعة الخدمات وعلى quotation service وهنا سأذهب إلى link service لاحظ ثم هنا سأكتب service وعلى إذن يلزمني هنا عنصر واحد ctrl c c c سيكون عبارة contact us وعلى سيكون الملف contact contact us عادية جدا إذن الرابط ما إذن هنا سنستغيل هذا بطريقة احتراق سنرد حتى style يمكن أن خاصية style خاصية الأشرف خاصية الأيقون سنقوم ببرمجة ذلك في إطار موقع إلكتروني متكامل سنقوم بتطبيق هذه الأشياء export default menu إذن سأقوم بالجلب بعد نف سنقوم بالجلب هذا المنو وبالتالي سأكتب سأذهب هنا في النف وأقوم إن شاء الله بالجلب إذن import عادية سنذهب إلى المنو جلب الملف menu وهذا المنو أين يقع from وعلى أين يقع ويكون quotation نقطة slash ثم في نفس الريبرتوار إذن ماذا موما في نفس الريبرتوار يمكن اكتفاء ب dot menu إذن هنا سأقوم بمحو كل هذه العناصر وعلى وسأستعمل دالة ماب بسم الله إذن سأذهب إلى المتغير المتغير اسمه menu سأقوم بجلب المنو وأقوم بتطبيق دالة الماب وعلى menu dot map dot menu gs نلاحظ لو قمنا نحن نشتغل في نفس الريبرتوار بالتالي menu وعلى export default menu ولكن سسمح هنا إذن أريد أن أدخل الـ javascript وبالتالي سأستعمل مفتوحة لما مفتوحة ولما مسدودة هنا يمكنني أن أكتب الـ code javascript وعلى code javascript سأذهب إلى المنو على نقطة استسمح هنا نقطة سيعطيني دالة الماب برافو إذن menu سأطبق عبارة عن أشياء التارية إذن هذه المنو dot map إذن يعني ستطبق الأشياء على الماب إذن بين قوسين ستكون عبارة عن دالة مسهمة إيتام يعني على ناصر نسبل كل عنصر ماذا يعطينا كل عنصر سأذا تساوي أكبر 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 تساوي ماذا تعطينا إذن ستعطينا دالة روتور سأكتب روتور بين قوسين إذن سأقوم باسترجاء ماذا روتور روتور عبارة عن list item وهذه list item ستكون عبارة عن أحبي الكرم إذن لاحظ ولكن هنا الاشرف الاشرف ماذا يساوي سأنادي على الكائن إذن هنا سأستعمل من item كل عنصر item dot إذن سيعطيني كما قلنا link link a وهنا في a يعني a ستكون item و dot ماذا دائما كي ستسمح هنا و نشوف يحن الله سبحانه وتعال في روتور إذن سطر واحد يمكن إزالة الروتور بإكمالها الآن يبقى عدد غير item هتا شبغينا بغينا الرابط الرابط راندل مفتوحة مسدودة الحمد لله وهنا نكسب JavaScript لأن item كل عنصر من list وما هي list كل عنصر عبارة object إذن object JavaScript إذن إذا أردنا link آه ندير item dot link لابغينا name ندير item dot dot name وبالتالي يا ربي على بركة الله سأذهبون وأكتب إن شاء الله item dot وسيعطيني إن شاء الله name الرابط إذن لاحظ قمنا بالبرمجة بشكل عادي بسيط جدا بدون استعمال الآلي يار بجيب تسير إذن هناك خطأ إذن كيف تلان مور أبوت هذه نظر menu is not defined menu is not defined وعلى كالك سيدي menu dot إذن menu menu export default menu voilà export default menu إذن عبارة ناخد constant voilà constant menu عادية إذن لاحظ الحمد لله دي كالف الساعة يقدر نخي export إذن constant menu الحمد لله صحي menu إذن هي الروابط الحمد لله صحي consensus menu وضعنا الملف import menu from dot menu وضعنا code source الحمد لله إذن هنا استعملنا menu وهذا أول هدف أحب الكرام ديال هاد الليس 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 إن شاء الله قبل الفورميل راوتر في الفيديو المقبل إن شاء الله شكرا على انتباهكم وإلى اللقاء حبي الكرام ترجمة نانسي قنقر